موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة حراء التعليمية والنهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض مفهوم جديد من مفاهيم مادة العلوم في المحور الاول هناخد المفهوم الرابع اللي هو اسبه ايه اولاد التواصل ونقل المعلومات المفهوم الرابع ده بيكلمني على تواصل ونقل ايه المعلومات طيب يعني ايه تواصل ويعني ايه نقل معلومات تعالى كده نفهم مع بعض احنا اتفعنا قبل كده ان الجهاز العصبي بتاعنا كان بيجمع المعلومات من البيئة المحيطة بيه كان مين بالضبط اللي بيجمع كانت اعضاء الحس اعضاء طيب احنا النهاردة عايزين نتكلم على نقل المعلومات دي بس كمان بين ايه بين البشر وبعدهم وبين الحيوانات وبعدهم وبين البشر والحيوان طيب احنا بنلقل المعلومات ليه من اجل التواصل عشان نتصل ببعض طيب تعالى كده نبدأ مع بعض كده نشوف انظمة التواصل ايه هي انظمة التواصل هي مجموعة من الاجزاء او الاجهزة بتتكامل مع بعضها لنقل المعلومات من مكان الى اخر طيب انظمة التواصل داخل جسم الانسان زي ما اتفقنا ان هي الجهزة العصبي اللي بيتكون من عدة اجزاء مخ وحبل شوكي واعصاب تعمل معا لنقل المعلومات من والى الجسم والمعلومات دي بيستقبلها الجسم عن طريق اعضاء الحس طيب تعالى نشوف كده مع بعض ملاحظة مهمة جدا ان الانسان استخدم للتواصل وارسال المعلومات وسيل كتير جدا 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 زي ايه يا ولاد استخدم الضوء انهضوء الضوء مثل مصابيح السيارات واشارات المرور ايه كمان شعلة الانقاذ دي كلها انا وسيل باستخدمها للتواصل يعني عن طريق مصابيح السيارات طبعا ايه عارفين اللي هي بتبقى على الجنب مسلا ما بيجي يدي اشارة يمين بالليال بالمصابيح عشان معناها ان انا داخل يمين شمال معناها اني داخل شمال اشارات المرور مثلا الاحمر الاصفر الاخضر دول با اه لمجرد ان انا شوفت الاحمر انا كده ببقى فاهم ان انا مفروض اقف الاخضر معناها اني اعدي يبقى انا كده بيترجيلي وكمان او كمان في اشارات السفن اللي بتعتمد على الوامضات والاشارات اللي تطلقها الطائرات كل دي الانسان بيستخدم فيها الضوء للتواصل وارسال المعلومات جميل يبقى اه دي كلها عن طريقها انا بفهم معلومة من غير ما اتكلم عن طريق اللي هي الضوء طيب هيت ايه دي اشارة المرور ايه دي المصابيح هيت اللي احنا قلنا عليها بتاعت السيارات كمان الكشاف الكشاف او مصباح اليد برضو دو دو يستخدم اه لارسال اشارات طيب الصوت 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 متمثل فيه الراديو والتلفاز والبيانو والموبايل كل دي وسائل بيقدر الانسان يتواصل ويرسل معلومات باستخدام الصوت فيها طيب الشفرات الشفرات طبعا برضو من انظمة التواصل طيب ازاي الشفرة دي نمط له معنى مثل ترتيب الحروب في كلمات ايه ده يعني الشفرة دي لازم تكون مكتوبة حروف بس لا الشفرة ممكن كمان تكون شفرة عن طريق الصوت او شفرة عن طريق الضوء يبقى الشفرة دي نمط له معنى مثل ترتيب الحروف في كلمات طيب تعالى ناخد مثال كده للشفرات شفرة مورس العالم سامو المورس طور في القرن التاسع عشر شفرة وهي شفرة بسيطة بتتكون من اصوات صفارات طويلة وقصيرة او انماط ضوئية يتم تمثلها بمجموعة نقاط وشورة تتمثل في حروف من الابجادية طبعا شفرة مورس بتتيح للناس تهجي كلمات باستخدام انماط ضوئية يعني موامضات ضوئية قد تكون طويلة او قصيرة او انماط صوتية اللي هي صفارات طويلة وقصيرة شفرة مورس تستخدم للتواصل عبر مسافات بعيدة من الاسلاك باستخدام شفرة من طيارات النبضات الكهربية التي يحولها المتلقي لنقارات او اشارات صوتية وزي ما احنا كده شايفين في الصورة يعني مثلا الشرط عبارة عن شرط ونقاط شرطة مثلا ونقطة دي معناها حرف الاي لو نقطة بس لو هتلاقي حرف الاي طب نقطتين حرف الاي طب تلت شرط وهكذا لو حد طبعا معهوش مش عارف الحروف دي ايه مش هيفهم المعنى بتاعها انما انا لو معايا الشفرة دي معايا كل شكل معين كل النمط معين انا عارفة ده حرف ايه هقدر اترجم النمط دوت وافهم معنى كلمة كلمة وبالتالي افهم جملة وبالتالي افهم بيها رسالة كاملة طيب ايه تاني عندي برضو من وسائل التواصل الايماءات وحركات الوجه والاصابع بمعنى انا مجرد ما ببص كده على واحد مثلا بيتحك كده بيبتسم بوجهه انا ببقى فهم انه هو مبسوط لو واحد تاني وجهه عابس مكشر كده هبقى فهم انه هو زعلان لو مثلا حد مثلا اشعر بالابهام اللي هو الاصبع الاولاني اللي هو الابهام الاعلى فانا بفهم ان ده معناه ان ده حاجة جيدة او اوكي اللي احنا بنونا عليها لايك دي لو حد اشعر بالاصبع الاسفل فده معنا ان دي حاجة رضيئة او حاجة سيئة اللي هو بنونا عليها ديسلايك يبقى الحركات بتاعت الوجه الاصابع الايماءات اي حاجة مسلا ساعات بنشاول كده بقدينا حركة معناها الاسراع معناها تعالى معناها لما بلوح لصديك كده بقوله باي باي كده بعمل له من بعيد كده مع السلامة كل دي ايماءات وحركات بنعملها بالوجه او بالاصابع برضو دي للتواصل الكتابة الكتابة شفرة ترتيب الحروف بيحمل معنى وينقل المعلومات واللغة ايضا تعتبر شفرة في صورة اصوات لتنقل المعلومات اه يبقى الكتابة والحروف الابجادية طيب ايه اللي بيميز الانسان في كل الوسيل اللي احنا قلناها دي قالي الاماءات دي وحركة اه 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 الوجه مسلا دي بيعملها الحيوان والانسان اه وحناخد مع بعض هنعرف زي الحنحلة كده وحيوانات معاينة بتستخدمها اه اه الضوء برضو الانسان والحيوان بيستخدموهم طب الصوت برضو الحيوان والانسان بيستخدموهم انما الحاجة اللي بتميز الانسان عن الحيوان هي اللغة والقراءة اللغة المستخدمة بالقراءة الكتابة في التواصل بين البشر. وحاجة كمان يا ولاد اللي هي التحدث. اني اتكلم. هتقول لي الحيوانات بتتكلم? هقول لك لا. الحيوانات بتتعامل مع بعض بصوت. صوت يعني احنا مسلا ما بنسمع صوت الكلبة او صوت القطة. او اي صوت من اصوات الحيوانات. دي اصوات. هما بيتواصلوا مع بعض بالصوت. انما الكلام اللي انا بتكلمه ده اللي حضرتك بتفهمه مني. او التحدث والقراءة والكتابة. فدي اللي اللي بتميز الانسان عن الحيوان. دلوقتي جمعتنا سؤال المتفوقين. منتظرين اجاباتكم في التعليقات على الفيديو. اكمل. استخدم الانسان للتواصل وارسال المعلومات عدة وسائل منها. اذكر لنا تلات بقى وسائل من التواصل وارسال المعلومات اللي استخدمها الانسان في تعليقاتكم في سنة 4. مراحل تطور نظام الكتابة. طبعا زي ما قلنا دلوقتي ان الانسان بيتميز على الحيوان باستخدام اللغة في القراءة والكتابة للتواصل بين البشر. طيب طرق التواصل وارسال الرسائل طبعا يجب ان تكون بلغة يفهمها المرسل والمطلق. عايزين نشوف دلوقتي مراحل تطور نظام الكتاب. عندي من اقدم الكتابات هناخدها في مصر والعراق وامريكا الوسطى. نبدأ عندنا من مصر. فبيقول لي انشأ القدماء في عام 3000 قبل الميناد نظام الكتابة الهيروغليفية. الكتابة الهيروغليفية بتتكون من 700 رمز. 700 رمز. ايضا زي ما احنا شايفين كده في الصورة دي مجموعة من الرموز اللي بتمثل الكتابة الهيروغليفية. وطبعا آآ السبب في استخدام المصريين للكتابة. طب يمس موافيتة حدثوا بيتكلموا ليه يا طرى بيكتبوا. الكتابة طبعا لنقل الحضارات لآآ ونقل الخبرات للاجيال المستقبلية. دي حاجة. حاجة تانية كمان لنقلها ما بين ايه مكان ومكان. يبقى لو ما فيش كتابة مش هنقدر ان احنا ننقل الكلام دوت لا في مكان. ولا عبر الزمن. ولا عبر الزمن. وهي دي شكل ايه النمط بتاع الكتابة الهيروغليفية. طب نشوف مع بعض كده. يا طرى مصر بس هي اللي كانت بتكتب او هي لاستخدمة الكتابة اللي لا في نفس التوقيت كان موجود نظام تاني للكتابة بس في العراق. العراق بنتكلم على البابليون سنة برضو الثلاث تلاف قبل الميلاد. يعني نفس التوقيت بالزبط. بس النوع الكتاب اللي هم استخدموها العراقيين كتابة اسمعها الكتابة المسمارية. الكتابة المسمارية. ايضا من اه. وده شكل الكتابة الايه المسمارية. اه. ايضا من من الكتابات القديمة في امريكا الوسطى. انشأت شعوب الميا في امريكا الوسطى نظام كتابة هيروغليفية. لكنها تتكون من تمنمية رمز مختلف. بالزبط. يعني ده معناه ان مفيش بس الهيروغليفية المصرية. لا ده فيه كمان هيروغليفية استخدمتها شعوب الميا. بس انتختلف ان هي تمنمية. عدد الرموز تمنمية رمز. تمنمية رمز وشكلها بيكون مختلف شوية. طيب نشوف مع بعض كده ملاحظة. الملاحظة بتاعتنا بتقول ان تعالا بقى نتكلم. طيب احنا كتبنا. كتبنا على ايه? حنكتب على ورق. طيب يا طرى ايه الورق اللي كان بيكتب عليه. هل نفس نوع الورق اللي بيكتب عليه دلوقتي? لا. طيب. المصريين عملوا ورق. الورق اللي بتكروا المصريين ورق البردي. نوع من الورق يصنع من نبات البوس. نبات البوس ينمو في مستنقعات قرب نهر النيل. زي ما احنا شايفين في السورة اه 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 دي ورق البردي اهوت اللي استخدموه مصريين في الكتابة. طيب الصينيين كمان اختروا ورق. بس كان طبعا الورق دوت لما بيعملوا بيتعمل من الحجل الموجودة في البيئة حواليهم. اه الصين فيها شجر اسمه اه اشجار التوت واشجار تاني اسمه الخيزران. هم بقدروا ياخدوا اللحاء الداخلي بتاع الشجرة من جوة وعملوا بيه عجينة استخدموها في صناعة نوع من انواع الورق في قصي. نشوف حد تاني كمان. شعوب الميا. صنع شعوب الميا الورق من لحاء الاشجار المغلف بالجير وصنعوا الكتب اوائل عام الف ومية قبل الميلاد. اه تعال نشوف كده اوجه التشابه والاختلاف بين الكتابة قديما وحديثا. التشابه ان كلاهما طريقتين لتسجيل المعلومات ومشاركتها مع الاجيال زي ما اتفعنا القادمة. اللي اتنين انا بسجل بيها معلومة وبشاركها مع الاجيال القادمة. وما للاختلاف? قال ان الهيروغليفية كانت بتتكتب بشكل عمودي بشكل طولي. اما الطريقة الحالية زي ما احنا بنكتب كده يا ولاد بنكتب في صفوف ايه? افقية. بنكتب بالعرض بنكتب على السطر. اجا وقتنا مع سؤال المتفوقين منتظرين اجاباتكم في التعليقات عن الفيديو اكمل. انشأ المصريون في عام 3000 قبل الميلاد نظام كتابة. نوعات تتكون من نوعات رمز. انتظرين اجاباتكم سان رابع. هنتكلم دلوقتي على التواصل في الحيوان. زي ما اتفقنا في تواصل في الانسان وفي تواصل في الحيوان. طب يا ترى يميس الحيوانات هتتواصل بايه؟ هل هتتواصل بالكتابة؟ لا. باللغة؟ لا. ده تميز بها الانسان. بالزبط. اموال يا ميس بايه؟ بالصوت بالضوء والحركة والروائح. صوت وضوء وحركة وروائح. طب نبدأ نتكلم على امثلة كده الخنافس المضيئة. شايفين الصورة دي يا ولاد؟ ايه ده يا ميس؟ دي خنفسها. ميس دي منورة طب يا ترى هي فيها لمبة؟ طب يا ترى هي فيها بطارية مثلا؟ هل لي لا؟ ولا فيها لمبة ولا بطارية؟ وما هي منورة ازاي؟ هنعرف مع بعض. يبقى هي كده ده ده دوء اهو. يبقى هتتواصل عن طريق الدوء. اه الخنافس المضيئة دي عبارة عن حشرات قادرة على اصدار الدوء. وطبعا بتقدر تصدر الدوء بسبب حدوث تفاعل كيميائي داخل اجسمها مما يجعلها تضيق. يعني لو جاء اللي علل الخنافس المضيئة حشرات قادرة على اصدار الدوء. فهقول بسبب حدوث تفاعل كيميائي في جسمها فتضيق. زي ما احنا شايفين في السؤال. كمان بيقول لي ان الخنافس المضيئة بتستخدم الاجنحة لاطلاق ومضات الدوء. بتقدر ان هي يعني ايه ومضة? بس يعني ايه ومضة الدوء? يعني ينور ويطفي. هي دلوقتي جسمها زي ما احنا شفنا كده في الصورة كان منور. صح? طب هي بتعمل ايه? بتغطي بالاجنحة الجزء المنور ده وقت يبقى كده طفت. صح? وتقوم تاني رفع الجناح يبقى نور. تقعد بقى تغطي بالاجنحة بحيس ان هي تعمل ومضات. تفضل تنور وتطفي. بس بالنمط معين. بحيس ان هي بتستخدمه في التواصل مع الحشرات الايه? الاخرى. بيجي اسألني علل. اه طب هي ليه? بتعمل ومضات الدوء دي بقى? عايزة تتواصل مع بعض ليه? قلل سببين. للتحزين من المفترس? او للايه? ليه جزء الجنس الاخر للتكاثر. يعني لما بيلاقوا مثلا حيوان مفترس جاي بتبدأ الحشرات دي تعمل نمط معين. فتبدأ تنتبه الحشرات التانية ان فيه مفترس. ويه يعني? بيتواصلوا مع بعضة. بيتواصلوا مع بعضة. ادي شكلها اهوت. كمان بيقول لي ملاحظة. تستخدم الخنافس المضيئة الوامضات وحركات الاجنحة للتواصل. طبعا احنا قلنا التواصل من اجل التحزير بقدوم حيوان مفترس او لجذب الجنس الاخر من اجل التكاثر. او حيزين اعرف بتعيش فيين? فاكرين يا ولاد اشجار المانجروف. فاكرينها اللي كانت في تايلاند. هي دي اللي بتعيش عليها الخنافس المضيئة. يبقى الخنافس المضيئة بتعيش على اشجار المانجروف ايه? في تايلاند. ولا تعتبر الخنافس دي حشرات طائرة. ما تعتبرش حشرات طائرة. وجي معدنا مع سؤال المتفوقين. سؤال المتفوقين بتاعنا بيقول ايه يا ولاد? بيقول اكمل اخترع مين نوع من الورق باستخدام اشجار التوت والخيزران? الذي يعتبر لب الورق. طبعا احنا قلنا السؤال دوت. منتظرين اني جابتكم فيه تعليقات الفيديو. والى اللقاء مع فيديو اخر. السؤال التاني اكمل في عام 3000 قبل الميلاد انشأ مين بقى عايزين نعرف يا ولاد في العراق نظاما للكتابة اطلق عليها الكتابة المسمارية. منتظرين اجابتكم السنة ربعة بالتوفيق وان شاء الله منتظركم فيديو بزيد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة